5 تقنيات التشغيل التي يجب أن يتم اختبارها مرة واحدة وللجميع إن القاعدة الأكثر أهمية في حالة الانجراف لا تكمن في المكابح نحن لا نعني أن العجلات المحظورة لا تسمح للأسائق بتحكم في السيارة على الإطلاق هناك الطريقتان فقط للتعامل مع الانجرافات وهما مختلفتان لكل نوع من أنواع محركات الأقراص نحن على يقين من أنك تعرف هذه الطرق ولكن لا يزال لدينا بعض الأسرار من المتخصصين في القيادة الدفاعية لنقدم لك أين يمكن أن يأتي الخطر منها غالبا ما تكون الأماكن التي يكون فيها الناس أكثر عرضة للوكسور هي الأكثر زلق قبل المنعطفات وعبور المشاة ومحطات الحافلات كن أكثر امتباهها عندما تقترب من الجسور والإنفاق والمداخل والمخارج إلى الجسور يجب أن تحافظ على نفس السرعة هناك وتبدأ في الفرمولة مبكرا في فصل الشتاء يجب أن المسافة بين سيارتين أكبر مرتين من الصيف ولكن لا تترك الكثير من المساحة لأن شخصا آخر سيريد بالتأكيد الوصول إلى المنتصف الأمر الذي يمثل خطورة على جميع السيارات الثلاث لا تنظر فقط إلى السيارة التي أمامك يبقيه في بصرك ولكن أيضا ننظر إلى أبعد أربع واصل خمس سيارات أخرى بهذه الطريقة يمكنك رؤية أجزاء خطيرة من الطريق القبل أن تصل السيارة أمامك هناك